يعني محمود خضر عرفنا على موقع فيه موديل View 3.1 وكمان صوراته تفرجوا عليه بعد ما جوجل وأوبن اي آي أطلقوا تحديثات View 3.1 وصورة 2 طلب عليهم كتر جدا وبقى كل الناس عايزة تستخدمهم وبقى دلوقت بينطلب شغل يكون معمول مخصوص باستخدام الموديل جدي بس لأسف مثلا عندك صورة 2 علشان تستخدمهم تبقى محتاج كود دعو عشان تستخدمه من الموقع الرسمي مش كده وبس ده انت بتكون محتاج تشغل VPN لأنه مش متاح غير في كندا أو أمريكا ده لحد اللحظة اللي أنا بسجل فيها الفيديو ده لكن ربما مستقبلا يكون متاح في كل مكان قس لو انت بتقابلك مشكلة في انك تستخدم صورة 2 أو View 3.1 ففي مواقع بتقدم لك الخدمات دي بشكل أسهل وأرخص ومش هتحتاج VPN ولا أي حاجة وموقع المواقع دي هو موقع EaseMate ودي مش أول مرة تكلم عن موقع EaseMate موقع EaseMate من أفضل مواقع اللي بتقدم لنا خدمات كتير بالذكاء الاصطناعي أضع في تحديث صورة 2 وصورة 2 برو وكمان View 3.1 فيلا بنا نجربهم سوا بس قبل ما نبدأ لو انت مهتم دوس لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر كادر منكم من الناس ولو دي أول مرة ليك في القناة فأهلا بيك في قناة متخطر هعلم أجهزات تستفيد من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية والمدفوعة في إن شاء المحتوى والربح منه ويلا بينا نبدأ الفيديو دي الواجهة الرئيسية للموقع الموقع اللي تكلمت عنه كتير قبل كده موقع متميز جدا بيضيف لك أدوات كتير ممكن تلاقي فيها أدوات مجانية زي أدوات الشاتبوت وأدوات انشاء الصور والفيديوهات ودائما بيضيفوا تحديثات جديدة مهمة جدا عشان ندخل على الموقع هندخل على جوجل هنكتب في البحث هندغط عليه أول رابط هيفتح معنا الصفحة دي أول حاجة هنعملها هنسجل دخول في الموقع عن طريق الضغط على بعد كده تضغط على تكتب الايميل الخاص بك على طول هيفتح عندك حساب في الموقع عايزين بقى نشوف ازاي هنقدر نستخدم صورة او جوجل فيو سري وان لو رحنا على هندخل هنا هنلاحظ ان في حاجة اسمها او اي واحدة هتفتح معاك هنضغط على هيفتح معنا الواجهة دي هنا في الواجهة دي بتلاحز هنا في حاجة اسمها image to video و tickets to video image to video دي معناها تحويل الصورة الى فيديو و tickets to image معناها تحويل النص الى فيديو يعني نكتب نص نحوله لفيديو او نضيف صورة مع نص ونحولها لفيديو بتقدر تتحكم في الابعاد على حسب نوع الموديل اللي انت هتستخدمه فلو جينا هنا في الموديلز تحت هتلاحز في موديلز زي runway view 3 fast ودم تم اضافة هنا view 3.1 لتحديث view 3 بالاضافة لو نزلنا تحت خالص والمفاجأة هنا ضافوا الصورة 2 وصورة 2 pro يعني وده طبعا احدث موديلات حاليا موجودة في العالم كله ده بتاريخ النهاردة لكن مش عارفين بكرة ممكن يكون في ايه ممكن يكون في تحديث جديد فتعالوا كده بقى نجرب نشوف ازاي ان احنا هنقدر نستخدم موقع is made في عمل فيديوهات احترافية تعالوا نبدأ اول تجربة معنا هنروح على تيكستو فيديو وهيتحويل النص الى فيديو وهنزل تحت هنا اختار موديل جديد اختار موديل صورة 2 وانيجي هنا هضيف prompt زي ده ده prompt حبارة عن ان انا هضيف شخصية شاب مرشد سياحي وقاف عند الاهرامات وبيتكلم عن الاهرامات فكتبت كل تفاصيل بالانجليزيو مع ده الكلام اللي هتقال كتبت بالعربي عشان يطلع لنا صوت باللغة العربية وانيجي هنا هنضغط على تسعة ستتاشر عشان انا محتاج الفيديو ده يكون برأسي بالشكل ده وهنا تحت طبعا نزبط الاعدادات بتصل معاك ان انت تقدر تعمل فيديو يصل موديته لتنه وشهر ثانية هخليه تمن سواني عشان الكلام مش كتير وبعد كده الجودة هنا طبعا سبعين وعشرين زي ما هي هنضغط بعد كده على هيبدأ دلوقت ان هو ينفذ لنا الفيديو بالشكل ده خلص الفيديو وما خدش وقت طويل تعا نقبر الشاشة ونشغل كده بسرعة نتجة كويسة جدا ان راجل بتكلم كويس قال الكلام كويس والخلفية طبيعية جدا تحس فعلا هو وقف في الاهرامات مهم جدا ان انت لما تعمل فيديو عجبك لازم تعمله دول لود على طول عشان تحتفظ به دي كانت اول تجربة لصورة لما حولنا النص الى فيديو طب عزين نعمل برضو بتحويل نص الى فيديو ولكن باستخدام موديل تاني وهو موديل الجوجل فيو ثري وان فاجي هنا اختار الموديل او هغير الموديل واختار الفيو ثري وان واتعلى كده نضيف برومت مختلف ونشوف هيعمل لنا ايه هشيل بقى البرومت القديم ده واضيف برومت جديد برومت جديد عبارة عن برومت اللي طفل صغير عنده حالي سنة بيب يعني قعد كده على كورس جيمينج وبياكل بورجر كأنه بيعمل مراجعة لبورجر والمفروض ان هو يقول النص ده فتعالوا كده نختار هنا البعد ستاشر لتسعة ونجيب هنا خلالها ثمان ثواني وهنا الجودة تصل معنا لالف وتمانين وبعد كده نضغط على تعالوا نشوف الفيديو بصراحة جامد قوي البورجر ده وهشتري منه كل يوم وانتو كمان لازم تجربوه الفيديو كويس وتعامل بشكل كويس ولكن هو الصوت تماني الطفل هو اللي يتكلم لكن عشان الطفل بيأكل فهو مش عارف يتكلم فده عشان كده اتعامل الفيديو بالشكل ده الصوت لوحده منفصل عن ان الطفل بيأكل تعالوا بقى نجرب خاصية الامج تو فيديو هنضغط على امج تو فيديو مفروض ان احنا هنضيف صورة علشان نحولها الفيديو بس قبل ما نضيف الصورة انا كنت عايز اعمل صورة باستخدام موقع ايزو ميد فتعالوا كده نروح على الاي اي فوتو نضغط على الاي اي اي ايمج جنوريتور هيفتح معنا الصفحة الخاصة بالايمج جنوريتور وهاجي تحت هنا في موديل مهم جدا في الموقع اسمه ميت جرني هكذا نختار ميت جرني هنختار عادي ممكن نختار اي نوع فيهم مثلا ممكن نختار الفست وهاجي هنا اختار البعد ستاشر لتسعة وهضغط على تيكستو ايمج وهكتب هنا برومت انا مجهزه وهضغط على عشان يعمل التصميم تعال نشوف التصميم هتطلع معنا ازاي خلص هنا التصميم تعال نشوفه هنا تصميم بستايل زي ما احنا شايفين هنا بصراحة ميت جرني بعمل بشكل جامد جدا على اي موديل تاني النوعية دي من التصميمات ما تطلعش غير من ميت جرني ودي طبعا ميزة موجودة في الموقع فتعال كده نحمل الصورة وبعد كده هنرجع تاني هنا فوق على اي فيديو ندخل على وهنجي هنا نضيف الصورة بتاعتنا البعد هيكون ستاشر لتسعة بس مهمة جدا نختار الموديل اللي هنشتغل عليه هنبدأ بموديل الصورة والبعد هنا الجودة هنا هتكون الف وتمانين جودة اعلى والعدد الثواني ممكن يصل معنا لاثناشر ثانية بس عشان ما يستهلكش معنا كريدت كتير فاحنا هنختار الجودة سبعمائة وعشرين والمدة ممكن نخليها تامن ثواني وتعالى كده هنكتب هنا برومت بالشكل ده برومت بسيط جدا عبارة عن ان انا بقول له هضيف برومت بسيط جدا عبارة ان انا ضفت هنا برومت بسيط جدا بقول له هنا انا عايز ان الطائر ده يتكلم بالعامية المصرية ويقول الكلام ده محمد خضرة هيعرفنا على موقع في موديل وكمان صورة اتفرجوا عليه وبعد كده هننزل تحت هنا هنضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو هيحول لنا الصورة للفيديو ودي كانت النتيجة تعالى كده بقى نشغل يعني محمود خضرة عرفنا على موقع في موديل وكمان صوراته اتفرجوا عليه هو قال الكلام بس فوق ده انا ممكن ما يكونش كاتب الكلام كويس بس التجربة نجحة ان هو قدر ينطق الكلام باللغة العربية بالشكل ده النتيجة كويسة جدا من صورة في تحويل الصورة الى فيديو وممكن تكون احسن من كده لو كتبنا بشكل احترافي اكتر ونقدر نحعمل الفيديو من هنا. بنفس الطريقة هنقدر ان احنا نختار موديل جوجل لو احنا حابين نحول الصورة الى فيديو بنضيف الصورة وبنختار البعد بتاعنا اللي ممكن يكون تسعة ستاشر او ستاشر لتسعة وبنقدر نضيف هنا التفاصيل اللي احنا عايزينها وبقدر برضو يعمل فيديوها بنفس الطريقة المهم ان انت تكتب الصح وده كان فيديو كنت عملته لما حاولت الصورة الى فيديو. محمود هيشرح لكم دلوقتي ازاي تستخدمه دوسوا لايك بقى. الموقع ده هيكون مهم جدا للناس اللي بتعمل شغل اونلاين عن طريق شها فيديوهات بالذكية للصناعة واللي بيقابلها مشكلة ان هي مش بتبقى لقية فرصة هنا تشترك في موقع سهلة تقدر من خلال تستخدم صورة او فلو انت عايز تشترك فلو دخلت على هيجيب لك هنا تفاصيل اسعار في الموقع في حاجات بتاخدها بتقدر تستخدمها بشكل مجاني لكن فيه حاجات بتبقى محتاجة اشتراك اللي بيبدأ معك من اه تسعة دولار شهريا يصل لتسعتاشر او عشرين دولار شهريا لو في السنة وفي انت بتاخد خصم كبير بمعدل تسعين دولار سنويا يصل الى متين دولار سنويا بيتيح لك استخدام كل المزايا الموجودة في الموقع وبكده بقى احنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة هيسيب لك رابط الموقع في وصف الفيديو تقدر دلوقتي تدخل وتجربوا بنفسك ولو عجبك الفيديو يعني تدوس لايك وتسيب ارائيك في تقليل لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعز الجرد عشان نوصلك اشترك بكل فيديوهات الجديدة في النهاية السلام عليكم